حذر شديد يخيم على البلدات الحدودية الشمالية بعد استهدافها بقصف من الأمن السوري خبر أثارته صحيفة الشرق الأوسط التي أكدت أن الحدود الشمالية في بلدة أكروم تعرضت لقصف عنيف من قبل القوات السورية وبهدف نقل الصورة حاولنا زيارة المكان متوجهين إلى قرى الجوار فوجدنا حدود الشمال هادئة على الرغم من لياليها الحزينة على طول قرية العريضة الملاسقة لسوريا تقع قرى تتصل جلاليها بالأرض السورية فهنا قرية السماقية حيث يكفي استعمال النظر بالعين المجردة لرؤية الجارة ومراقبة كل ما يدب عليها هنا تتولى القوات المشتركة اللبنانية وحدها حماية الحدود هذه المنطقة السماقية حكرة الظهر المسعودية وهذه المناطق أطلاقا ولا أثر لأي عسكري سوري أصلا هذه المنطقة الحدودية هون محمية من القوات المشتركة اللبنانية اللي تشكلت برعاية باعتقد الأمم المتحدة وليكم مركزها بالعريضة وفي عنا نقاط ثابتة بالسمائية بحكرة الظهر بالمسعودية ودوريات سيارة وراجلة القوات السورية هون ما في قوات نظامية سورية فيما أبيلنا هجانة ومخابرات ما في أكتر يعني عبارة عن حرس حدود ما في أكتر عم تشوفوا شي جيش سوري عم بيبين هون عم بيفوت على الأراضي اللبنانية لا لا ما في عنا أي ملاحظة لا لا جيش ولا لا حدا ولا شيء لا طيرا يطير ولا سيرا يسير يعني لا قاعدين عم تكتفينا كل النهار قاعدين ما بشوف غير الجيش اللبناني الله يقللنا إياه ويحميه وما سمعتوا بشي ضايع بعكار أنه فات الجيش السوري لا 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 أبدا الجيش اللبناني موجود دي مكالا لو صبعت شوي كنت شفته في جيش اللبناني فيه اكتصال هوني كل الشباب هوني ما فيه بعدين لو فيه ما في شي بتخبع بين لبنان وسوريا في هذه القطعة من سماء الوطنين نهر فاصل بين أرضين وجسر واصل بين شعبين فها هو أحد اللبنانيين يستعين بغاز الشقيقة الأرخص سعرا لكنه يعيش في البلد الأم وهذا آخر غير معروف الجنسية يغادر أو ربما يعود من دون أغراض وهذا ثالث يتحدث مع رفيق له من دون أن يعبأ بحرس البلدين من أمن عام واستخبارات لأن الصلاة بين الرعاية أوثق من اتفاقة الحكام أما هذه المرأة فمنهمكة وأبنتها في صنع المكدوس على مرمى حجر من سوريا يا سيد الكريم هذه المنطقة تاريخيا في روابط مشتركة في مصاهرة في أهل بعدين نحن هذه المنطقة في القرى مقسومة يعني أنا مختار السمائي عندي 800 نسمي بسوريا استصراح المواطنين الذين لا يتركون قرىهم وعيشهم البسيط أعلن أن الهدوء هو المسيطر على الحدود أما النواب عنهم الذين لا يأتون إلا في المناسبات فقد حاولنا الاتصال بهم لمزيد من المعلومات إلا أن أحدا منهم لم يجب على الاتصالات ولا على رسالة بعثناها إلى هواتفهم النقالة ظل ما بين سوريا ولبنان من صنع الله حتى عام 2005 حين تدخلت الفتنة وأصبح ما بين البلدين شيطان يكمن في تفاصيل الحدود التي أصبحت شماعة لسيادة ذلك المفهوم الذي لا يعرفه الأهالي هنا لأن الأرض عندهم لا تحمل تأشيرة ولا جواز سفر من أمام النهر الفاصل بين الأراضي السورية والأراضي اللبنانية حسين خريس قناة الجديد